شارك وزير الخارجية في الجلسة التي عقدت تحت عنوان السلم والاستقرار ضمان كرامة الإنسان والأمن حيث أكد عبد العاطي على أهمية تبادل يجهات النظر ومناقشة سبل التعامل مع المخاطر والتهديدات الراهنة للسلم والأمن ليس فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم وأضاف أن الأدوات الحالية غير فعالة أو كافية للتعامل مع التحديات المتلاحقة والمعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي مشددا على أن الحرب المستمرة في السودان والعدوان غير المسبوق على قطاع غزة من الأمثلة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي أو عدم رغبته في التدخل وأكد عبد العاطي أيضا على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة وعميقة لبنية السلم والأمن الدولية بحيث تكون أكثر تمثيلا